فما نس قالوا زادة 7 نوفمبر نسكل خرجت وهللت وساعدت بقدوم بن علي بدل بورقيبة في أزمة سياسية خانقة كانت وقتها زادة تخنق البلاد وأزمة مالية كبيرة كيجا بن علي نسكل صفقت فصفقوا لديكتاتور استمد حكم 23 سنين بعد لحقيقة نفرق ما بين الدكتاتورية الدكتاتورية مش حاجة خايبة اللي حاجة خايبة هي التسلط الدكتاتور هو النظام روماني هو استثنائي يجي الرومان وقت لي عندهم خطر دهم يجيوا يعطيوا لأي شخص السلطة السلطة ويفوذونه ليكون أميرا دكتاتور يعني أمير أي إنه يفعل ما يفعل دون الرجوع لا إلى مجلس الشيوخ ولا إلى القوانين المهم لحماية البلاد طيب هذه باللسر هذه ستة شهور ثم تنتسب محكمة لتحاسبه عن كل ما فعله آآ وهذه ما في شك ذا يعليش نقول أنا ذوك فرق كبير بين الاتيراني والدكتاتوري الاتيراني هي النظام يوناني في اليونان ثم الديكتاتوري في نظام روماني الثنين اللي خرجوا على الحكاية ذي معناها يوليوس قيصر آآ وشي اسمه الأخر معناها سيلة اللي خرج على القانون هذي يعني اخذها لسلطة وما حبش سيبها مواضح أنا يعني شك قلت في آخر كتاب قلت سيد الرئيس لست وحدك حبيبها لست وحدك تحب تونس لست وحدك محلية تحبيب هذي العنوان بتاع المقالة بتاعي في الشرع البراجة بليل